خرج السيف كي يزرف المشياء عارف صخر ما غاديش يسمع ليه اش بده التليفون ديالو التاصل بواحد المحاني مشهور من صحابه وعطاه عنوان المصحة دياله رايان باش يتلقى وتمع ومن اللي خرج السيف ابقى صخر غادي يجاي وكيتمتم وقف قبالة المكتب وهو يلوح كل شي اللي فقول الارض شوية تفكر كلمات سيف اللي قال ليه باللي حياتها في خطر وخرج من المكتب كي يجري وفي الزنزانة كانت واقفة خديجة على غادير وهزا زيزوار في ايديها مدات ليد الاخرى وشدات في غادير من شعرها لاوياها على ايدها باش تحكمها غادير دموحها دايزين وكاتشحق بالبكة وعينيها متبعين غير ايد خديجة اللي كتلعب بزيزوار ايدها قالت خديجة حلي فمك الغزالة غادير بقات كتحرك راسها بالله وهي تقولها خديجة بنبرقاسها حليه بالخاطر ولمس تقاط على اللسان ومشوها لك هاد الكمارة حليه غادير زييرات على شفيفها وكلها كترجف ما بقات فهمات والو علش هي هنا كانت في السبيطار صدقات في الحبس شنوقع واسا اندي هي السبب واش تكشفات كتلف خطر هيكون هادشي غير كابوس وطفيق منه ولا توقع شي محجي تخرجها من هنا شافتها خديجة ما بغاتش تحل فمها وهي تتعصد ردخيت ليها راسها مع الحيط بقوة وهي تقول راكت سعى بيها غير على راسك اللهم حليه واخت واللي بكما على الاقل غادت خرجي بوجهك مقعد ما بغيت يش مواخة دارت عند البنات اللي قالسين وكيتفرجوا حتى وحدة ما حركاتش ساكل او لحتة الدخلات كلها خايفة على راسها كاينة اللي ما مصوقاش كتشوف غير راسها وكاينة اللي بقات فيها غادير ولكن ما قدرتش تدخل خوفر من خديجة وكاينة اللي كتدعي يجيشي بوليسي اعتقها خديجة وجهات هادرتها للساجينات وقالت انتي وانتي اتقعدوا اجيوا شدوا ليها هادي وقفوجوا الجبنات وقربوا عندها كل وحدة شدات بغادير من جيها باش ما تتحركش مدات خديجة ايدها وشداتها من فكها ووركات باش تفتح لها فمها غادير دموحك يجريو على خدها وكتحرك راسها يمين وشمال بكل قوتها ولكن كانوا حاكمينها مزيان فتحات لها خديجة فمها بزز وجبدات لها لسانها شدها بصباحها وكتقرب في الايد الاخرى اللي هازبها الزيزوات وغادير حسات براسها تقجات كتبعد راسها بكل جهدها وكتقاوم فيهم حتى حسات بألم كبير فاززيرات عليها لخورة بصباحها حطاتوا لها على لسانها وغادت قطعه وهو يتسمح حس خطوات جايين ناحية الزنزانة طارت كل وحدها لبلازتها واحتى خديجة بعدات من حدها ومعزر بطاح لهزي زوار من ايديها حل الشرطي الباب ودخل صخر كيقلب عليها بعينين بانت ليه واقفة جامدة بحالة تمتال غير دموحة لديزين تصدم من منظر ديالها وخاصة فشاف المنازل مع رشليها عينيه خرجوا من بلاستهم وحس بقلبه ضر شافها طاحت على ركابيها وخشات ايديها وسط وجهها كتبكي بصوت مرتعفع مشا عندها طاير والتحضر على ركبته كيشوف فيها وفي الحالة اللي هي فيها كتبين اللي هضعيفة حسب اللي هادي اللي قدامه هي غادير غادير البريئة الحساسة والعنيدة اللي كانت شاغلة تفكيره كل الوقت عكس ديك اللي شاف البارح مد ايده بغي يحطها على اكتفها وهو يرجع يجمحها فاش تفكر قدوبها وتفكر فاش شافها هازة الجنوية وعلى وشك تقتل إنسان داك المنظر ما بغاش يتحيد ليه من بار زير على ايدوها ببط عينيه المح شي حاجة كتلمع حدار جليها افهم البلان هزها وخشاها في الجيبه ووقف كي صوت دار عند السجينات اللي كانوا مراقبين كل شي وشاف فيهم شوفة ديال القتيلة ورجع شاف بغادير وهدار بصوت هادئ عكس البركان اللي كان كي يغلي في الداخل ديال قال نوضي حاسة برجليها فاشلين عليها واحدة من الخلعة كانت على شوية غادي تقطع لي هالسانها وزادت فاش بالت في حواجها حسات بإحراج كبير وتفكرات أيامات المدرسة فاش كانت كتتعرض للمضايقة والتنمر واللي جا كي يحكر عليها نفس داك الإحساس حساته دعبة سمحت صوته وعرفاته شكون ابقيت على نفس الوضعية وشعقاتها كي يحلع صخر هدر مع الشرطة وقاله آجي عونها توقف تقدم الشرطة وشد فيها باش توقف ولكن ما تحركاتش من بلاستها وهو يقول الشرطة شاف ما بغادش تنوت واش نهزها صخر قال لي هزها ولا تهزك غير سر بينها تحدر عندها الشرطة يلا بغي حط إيديه تحت رجليها وهو يحس بصخر دفره هزها بين إيديه وخرج من الزنسانة وهو كيتحلف عليهم حتى ترزها على صدره وعينيها مغمضين كي يشوف في شفارها اللي فازقين بالدموع وخطوطها مزنكين وشفايفها كيرجفو بعد نظره لو جه باش ما يضعفش ويحن فيها كيف يفكر راسه باللي هي قتالة استغلاته ولعبات به ما خالسوش ينساهد الحقيقة المرة وصل المكتب وفتحه ودخل وصده برجليه حطها فق الفوتاي واخد الفيكس وعيت على ران يجي لعنده للمكتب دار شاف فيها والقاهم كمشا دام رجليها لعندها وعينيها مزدودين سمع الدقين ومشحل الباب وهو يقول عاونيها تغسل حالتها وعطيها شي حويج لعندك وبقاي معاها وهاني جاي وهي تقول لور عليها اوكي شاف خرج وهو بطل تحت فتحوا ليه الباب ودخل عليهم كيف الطول ناوي على خزيت خرج ايدو اللي فيها الزيزوار وبدكي العبه وعينيه على السجينات وهو يقول اديال من هذا حتى وحده ما جاوبات دار بين الطم وحادرين عينيهم صخر قال ليهم ما بغيتوش تجاوبو واخ دوز عينيها لهم كاملين ونعت في وحده منهم كان باين عليها الخوف دغية غادة تحضر خاصها غير دفعة قال ليها انتي اهجي لنا وقفت وجات قربات للسخر شدت فيها من دراحة ودورها بسرعة حتى عطاتو بالطهر وحط الزيزوار عليها قال ليها ما بغيش تدخيل الحبس قد فضلي تموتي ولا تبقى مسجونة دكشي علاش فكرتي في الانتحار وضربتي ايدك بهذا حطو عنا معسمها وزير حتى خرج شوية ديال الدم وهي تقول له استجيلها لا لا عافك ما بغيتش نموت صخر قال ليها ولكن الزيزوار ديالك وجبتيه باش تنتحر وهي تقول له استجيلها والله ما ديالي صخر قال ليها وملي ماشي ديالك ديال من وزاد ورق عليها وهي تقول له ديال ديال خديجة تبسم بجنب ودفحها حتى جات طايحة على وجهها وهو يقول شكون فيكم هاد خديجة كل اعين توجهات عند خديجة قرب عندها سخط وشدها من ايدها ورجحها لها اللون حتى حسات بها على شوية تهرس ادفحها وخشى لها وجهها في الحديد حتى تخلطات لها كمرتها وبدأت كتنين وهو غير ما زايد يورق عليها بكل جهده قال ليها آري ما عندك وهي تقول له آي ماشي ديال يا شاف هاديك غير كتكتب دار شاف في السجينات وقال ديالها ولا ما ديالهاش السجينات حركوا راسهم بقاه وزاد ورك عليها وجهها مبغج مع الحديد وهو يقول كل هم قالوا ديالك زعمهما كل هم كيكتبوا وانتي اللي لا انا غادي نوريك عيد السخر على جوجة الرجال شرطة وقال لي هم يديوها الغرفة المعلومة جروها وهي كترغب وكتنكر باللزيزوار ديالها حتى غبرات وقف سخر كيشوف في السجينات وحاقد حجبانه وقال يلا طلقوني شنوقع بالضبط تكلمات نفس السجينا اللي بيعات بخديجة وقالت انا غادي نقول لي كل شي اشي غير ما تخلينيش مع خديجة في نفس الزنزانة را غادي تقتلني قال لي ها سخر غير هاضر وهي تقول له من ليه دخلات خديجة هاد الصباح سولات علشكون تخل بارح في الليل و هو يقول سخر وقاش قالت السجينا نعتنا لها البنت اللي خرجتي قبيلة مشات ووقفات عليها وجبدت زي زوار وبغا تقطع لها لسانها السخر خرج عينيه فيها وقال شنا هو تقطع لها لسانها هي تقول السجينا اه قال لها سخر كملي السجينا حضرت راسها وقالت حنا كنا خايفين على راسنا ومقدرناش نتدخله شافت فدوك اللي نادو عاونو خديجة كي رغبوا فيها بعينيهم باش ما تذكرهمش وهي تقول وملي سمعات الحس طلقاتها ورجعت البلاستها بحالي لموقع وعلو قال سخر بصوت كي زعزع وانتو ما زكتو ومكمشين وقالسين كتتفرجوا فيها ما تعرفو تعلمو حد ولا تدخله هاديك خالعكم انتو ما كاملين اللي انعلت واصلكم خريسة اخت كي سب ويعلق ومشا الغرفة اللي في نفس الطابق كانوا واقفين حدها جوش شرطيين دخلوا سد الباب وكانت بحال غرفة الاستجوان غير هادي ما فيها لا كاميرا ولا غرفة مراقبة خاوية ومضلمة شوية فيها طبلة في الوسط وجوش كرازة وبولة وحدة مضوية المكان داخل كيشوف فيها شفة قاسحة كانت جالسة في الكرسي وهزات راسها فيه بيلي ها كيقفض كمامه وبدأت كتبلع فريقاء هيني من طبحها ما كتخافش بسهولة موانفة التعامل مع العصابات والبزناسة ولكن سمعة السخر سابقا ما كيرحم حد خاصة الخارجين على القانون شحيم المجرم مات على ايدي في شي مطاردة ولا أثناء الاستجوان سريع الغضب ما كيعقل على حد وعمره ما تتابع قانونيا حيث المجرمين اللي ماتوا على ايديه ما كيسول فيهم حد بالعكس إلا دخلوا للسجن سالمين كيتقتلوا من طرف شركاؤهم قبل ما يحلوا فمهم هاتش كله عرفة على سخر وندمات أشد بالندم اللي قبلات بالمهمة وخاخدات مبلغ كبير باش تسكت غادير كتشوف فيه واقف عليها كيف قباط لارواح عارفة شنو تابحة إلى التازمات السمت غادة تموت على ايديه وإلى هدرات غادي صفيوها لها سواء خرجات أو اللبقات في السجن وبخفة شدها من الكون وقفها وعطاها بونيا لوجه حتى التزعزعات لها الجمجم ما جات فين تستوعب اللولة حتى زادها الظخرة أعطاها لكمات متابعين حتى ولوجهها كله دم بعد عليها وعطاها ركلة الكرشها حتى جات طايحة في الأرض كتكح في الدم ما خلاش لها الفرصة فين تسارع أو لا تكمد الدق اللي قلات عاود هزها وخبطها فوق الطابلة ومشجع بكرسي وشد الضهر دياني حطوا لها على رقبتها وكيد غطح تخرجوا عينها وقال لها كيف جاوك المقبلات؟ غدا تهضري ولا ندوزوا للطبق الرئيسي حركات راسها بقى ما عندها فين غدا تزيد غادي يقتلها ما فيهاش قال لها مزيعة حط الكرسي وشد في الطابلة وقلبها في الأرض خد الكرسي وقلس فيه داير الرجل على الرجل وقال لها داير نادة كاتساخف بحرم قداد توقف قلسيت في الكرسي قبالتو وجهاها مردم حتى غبرو ملانيحها قال لها شكون مسايفتك؟ خديجة بدتك تكوحو قالت ما كان عرفوش اهدر معايا غير في التليفون وهو يقول لها شنو قال لك قالت قال لي يا كاينة وحدة في المركز تحتاقلات وبغاوي سكتوها قبل ما تهدر وقبلت بالمهمة قال لها صخر كيف الزعمة كتتعاملي معهم لما تعرفيهم قالت والله عمري ما شفتش واحد فيهم ديما كيتتصل بيا واحد سميته صنوب إلا كانتش مهمة ولا شي طلبية عمرني شفت وجهه صخر كيحك في دقنو قال انتي دخلت دابة غير حلق بلها تقطعي ليها لسانها باش ما تهدرش وتنعت في رؤسائك خديجة بقى تساكتا ووقف صخر وقال لها أوكي مرحبا بك معنا غادة تبقاي في ضيافتنا حيتي لا خرجتي وعرفوا باللي فشلتي في المهمة غادة تودعي الحياة وحنا مازال محتاجينك خرج من الغرفة ومشخص اليدين وتفكر من در غادير وهي في ديك الحالة كيفاش هي نفس الانسان اللي قاتلش حال من واحدة وبديك الطريقة البشعة ما بقى فهم حتى حاجة دكشي باش حاس كيقول حاجة والوقائع اللي قداموك تقول حاجة اخرى دوز ايدوح لشعره مرشعوا اللور وخرج غادي للمكتب حتى بانو ليه سيف وراكان داخلين مع الباب راكان قال ليه خاصنا نهضره وهو يقول له صخر تبعوني سبق الصخر وموراه راكان وسيف داخلوا لقاعة الاجتماعات وقل الصخر فراس طبلة ونعت ليهم بعينيه يقلصوا رد صخر البال للملف اللي هاز راكان ايديه بال ليه حطوا فوق الطبلة ودفعوا ليه تقاد في القلصة وفتح الملف اللي فيه صورة غادير ابدا كيقلف الصفحات وراكان كيضا قال ليه غادير مريضة بانفصام الشخصية هز صخر راسو فيه وعلامات الصدمة على وجهه راكان كمل هضرتو وكيشرح ليه حالتها وصخر غير مازايد كيتصدر كيشوف راكان ويعاود يشوف الملف اللي بين ايديه تلف ودخلطو عليه عاود ليه راكان على فاج جا عنده سيف كيستاشروع لحالة غادير وفاش لاحظ تصرفاتها الغريبة وجابها لعنده ونعسات في المصحة واحتع للشخصية الأخرى اللي هي ساندي هنا تدخل سيف وعاود ليهم بجوج على المذكرات اللي لقى وعلا الساندي كتقتل انتقاما من اللي اغتصه بوروش راكان وصخر بقى شي كيشوف في شي وصيف عينيه لو حمرين ومدمعين وهو كيخبرهم على الأب دياله وباللي هو أحد المغتصبين ترددش حال قبل ما يشبد سير طبع ولكن إنسانيته ومحزة غادير عنده ما سمحولوش يتستر على أب ما عندوش الضمير وما حاس بحتاش ويديا للدنب على دك الشي اللي دار عايش حياته عادي بحال ليلى موقع وعالو وبحال ليلى ما كانش ورى ضمار عائلة ومعاناة فتاة بريئة راكان عاد فهم سبب المرض وظهور سيندي في حياة غادير وفي نفس الوقت حس بغضب عارم تجاه الوحوش لأداء وبروش أما واحد سخر حس بحال ليلى سقف هبط عليه شد فراز وغمد عينيه ما قادرش يستوعب هاد شي كله قال سين المذكرات فيهم كل شي بالتفصيل علش نوقع البروش أخت غادير زي على أيدو كب من الهضرة وفيهم حتى اسم المغتصبين ومنهم مصطفى المجدي اللي هو ببع من اللي وقع ليه الحادث كانوا المذكرات في الطموبيل خاسنا نلقاوهم راكان كيشوف في صخر اللي منزل إيديه على راسه وقال صخر صخر هل صخر راسه وشاف فيه وهو يقول له راكان خاسنا نلقاو المذكرات ولكن في اللول خاس غادير تخرج من هنا هي مريضة وسينديع لمبالية باغى تكمل على انتقامها وهيد شي كيشكل خطر على حياتها صخر قال اليوم واحدة من السجينات كانت بغاة تقطع لي هلسانها صيف وراكان قاله في نفس الوقت شنا هو؟ وهو يقول لهم صخر شي حد صيفتها تسكتها سيف قال هي ما عارفة والو حتى انها ما عارفاش سينديع لاش كتقتل خاسها تخرج من هنا انت دابة عارف المرض ديالها خاسها تتعالج وانت بتوبة راقتها راكان قال انا غادي نتفعل ملف ديالها وندخل هالمساحات تعالج وهو يقول سيف فين هي غادي يردعبا؟ واش باقى في الزنزانة؟ صخر قال كاينة عندي بالمكتب قال راكان كيف غادي تدير تخرجها؟ وهو يقول له صخر انا غادي نتكلم هاتش اللي تقال هنا ما يخرش حتى واحد ما تعودوا ليها للماضي ديالها ولا المرض سيف قال فراس المحامي اللي وكلت الغادي شايف فيه صخر وهو يقول له سيف ما تخافش تيقى وراها عاودت ليه غير على المرض ديالها هو يقول له راكان تقدر تخرجها اليوم باش نديها معايا سخر خنزر فيه وناد وقال له سير دابا حتى نتصل بيك سيف قال وغاديه وهو يقول سخر هي في المكتب عندي ما غادي وقع ليها والو من ليه تخرج غادي تبقى معايا شافوا فيه بجوج زع ما واش من نيتك وهو يقول لهم سخر حياتها في خطر ولكن مؤقتا كانت منى ما يقع ليها والو سخر هز حاجبه وقال شفتك زتي فيه وهو يقول له سيف صافي اللي كيهم دابا هو سلامة غدير ما تنساش المذكرات سخر شاف سيف وهو يقول غادي نكلف اللي غادي يلقاها يلا تفضلوا حتى نتصل بيكم راكان قال ليه قبل ما ننشيو خاصنا نشوفه غادي واقفين كيتبادلوا نظرات التحدي بناتهم كله بغا يدير دكشي اللي قال ليه راسو واحد أعند من لاخو خرج صخر وتبعه راكان وصيف اللي ما غايتها الناو حتى يشوفوها سالمة افتح باب المكتب ودخل شافها قال صفوق الفوضة لابسة تيشيرت كحل كان ديان عرف رانيا اللي اعطاتوا لها هزيت راسها وشافتوه هي تنود كتجري عنده شدات فيه من تريكوه جهة سطر وهي تقول له عافك ما ترجعنيش تمك أنا ما درتواله هز ايده بغا يحطها على خدها اللي نازلة معاه دمها وهي تبحد عليه ودادت من حداها تلفت لقاها في أحدان سيف اللي واقف حدا الباب وجنبورة كان معا نقاهو كتبكي وهو كيدوو سيدوه لظهرها ارجع بعد عينيها عليهم شاف رانيا وقالليها تغادر ومشوقف حدا النافيدة بعدها سيف عليهم سحلها دموحة من اللي شافها عادرتاح شاف فيها بعيني لماليهم الحزن و الفرح وهو يقوم سمحي لي عارف ما استاهج دك شي اللي درتع لقبلي بتاسمت غادير وقالت لي كيف بقيت شوية قال ليها حسن من اللوي وهاد الشي بفضلك قالت لا انا ما درت وارد سيف بس لي هاجب هتها وقال درتي ودرتي بزار وهو يقول لراكان غادير صافا غادير حدنتابهت ليه وقالت دكتور راكان سمح لي يا مش افتكش راكان بتاسم وقال ماشي مشكيه وهي تقول وجيت وتخرجوني قال لي هارا كان اليوم تخرجي من هنا فرحات وقالت بالصاح سيف حرق لي هارا سبقاه وقال حنا دا بغادي نمشيو ومن بعده نطلقا قالت علاش ما نمشيش معاكم منطق سخر بلا ما يدور عندهم وقال حتنسى لي والاجراءات تلفتات وشافت فيها عاطيهم بالطهر تفكرت فاش جا في آخر لحظة وعتقها لو كانت عالتل ثانية كان لسانها بتقطع وفاش هزها وخرجها من داك الجحيم حسيت بالأمان اللي مفتاقدها وهو هزها في حظ ديما فاش كتكون في خطر كيجي اعتقها وديما كيتجمع في ظروف غير اعتيادية والإحساس الملخبة اللي كيراودها كتخاف منه وفي نفس الوقت كتحس بالأمان في جنبه قال لي هزي غادير احنا غادين مشيوه طال لي في رازق وغادين تشوفوه في القريب العاجب ومشى سيف وراكان واخر السخط ومشى عند الفاريق ديالو وشرح لي هوم الحالات ديالغادير وكلف مورات باش يقلب على المذكرات وقال لي بليرا غادير قطة موبيل ديالسيف في الفوريان وداروري يبحث على المذكرات ويجيبني ومن بعد ما زال الإجراءات ديالإخراج على غادير خداها معاها البار وفي مكانها كل وبالطبط في الطابق السفلي الكازينوري جالس الشخص المترأس الطابلة محصب كي يسبه ويهاير جمع كل شي قال خدامين معنا الكلاب والكلاب ودائرين خدمتهم عليكم حاجة واش تكونوا بحاله نعات في واحد قد الحلوه وقال له اجي انت لهذا كل شي بدا منك تم جاي ومنزل راسه ووقف انفاس مع الشخص وهو يبدأ يطرش فيه دك الشخص بطريقة استفسازية بحاله لك يتعامل مع دري صغير قال لي عشر سمين هادي ارتاكبتي خطأ لا يغتفل ودابة كان خمس ماللي قتلتي استلقوطة علش مخلي البرهوشة ادى الاختاحية وهو يقول له الگارد الاوامر كانوا نتخلص منها غير هي ونقتلها بطريقة بحالية انتحرة الشخص قال لي الاوامر ديال من هادو قال ليه الگارد ديال كبوس وهو يقول له الشخص ادن الخطأ ديالي ماشي ديالك اوكي سير رجع بلاستك دار القارد راجع لما كان والشخص نعت القارد اخور بعينيه تحرك القارد الاخور بخفة وقف مورا القارد اللون ودوث عليه بجنوية نحر طاح القارد على ركابيه كيخرخر بحل الحول جوجه على ضاية ديال الدم وروحه طلعات كان نفس القارد اللي قطع شرايين بوروج قبل عشر سنوات نراجع لعشر سنوات ديالش حال هادي من بعد ما طيبات الفطور الخطهاء اللي فترات ومشات المدرسة دخلت لبيتها وبدلت حويجها غادل الكوميتارية على حساب قضية عماد كانت متأكدة باللي تقتل ماشي حادث عادي ومصرت تثبت هادشي ويتعاقبوا موالين الفعلة نسات قضيتها ومركزة على قضية عماد اللي تحرقات عليه وعمرها تنساه حتى تموت سمعت صنات الباب وخرجات شوف شكو كيف حلات وباليها شخص دخن من التم ولابس كل شي كحل رجعت بغت تسد الباب وهو يحبسها قبل ما تغوض شنق عليها وصدت لها فمها وكان داير لي قد جل بدات كتنطر ليه باش يتلقها ولكن جسمها الصغير ما سحفهاش رد الباب برجله ودخلت دوشها اذهب ايد وحده بدات ايد ديها لوجهو وهي تقمشو بضفالها شرات ليه وجهو كامل احتخرش ليه الدم اذعب وهو يعطيها ببنيا الكرشها حتى شحقات كان باغي يزيد احتها العصار للفعلة اللي دهرت ولكن غديبانه في جسم هالكذبات وهو ما بغاو موت هايبان بالانتحار كان لازم عليه يتبع الاوامر شدات في كرشها كتتألم وهو جبت زي زوار بحال نور حكمها في الارض وشد ايد ديها اليومنا ودوز لها على العصب خلاها كتترك البرج ليها وزاد دوز على الايب لوسرا تكاها على الحيط ورجع بالنهور كيشوف فيها حينيها بدو كيتقل ودماياتها دايزين ابقى العدة دقائق حتى تأكد بلي ما عندها حتى آمل فينجا وخرج نرجع الحاضر قال الشخص اللي هو اللي ارتاكب شي خطأ من هنا القدام ما صيرو كفز من هذا وشاف الشخص اللي قال سحداه وقال تكلفتي بهديك قال ليه الشخص التاني كلفت سنوب بي سيفط ليها اللي سكتها ولكن فشله حيت جاتني اخبار بلي الضابط سخر بن يازيد خرجها من الحبس قال ليه الشخص اللي هو بن يازيد ذعنا هو يقول له الشخص التاني آه هو نفسه ابن اسماعيل بن يازيد الشخص اللي هو لد حك وقال الشهامة كان شري ليهم في الدم وهو يقول الشخص التاني شنو المعمور الضابط السخر ماشي شي واحد لي ساهم وإلى خط هاديك بقاتح تحت حمايته يقدر يوصلينها الشخص اللي هو قال للأسف غادي كون ما صيروا بحالك باع اللي كيخشي راسه في حواج بعيدة عليه ودوز إيته على عنقوبان خاصو يتبح قال ليه الشخص التاني وامصطافا فين غيبتي واش تحرقوليك الفيزي بلات وهو يقول له مصطافا دابة ديك اللي شفت هي اخة بوروش وهي نفسها صديقة ولدي اللي تبرعات ليه قال ليه الشخص اللي هو ياك ما فاق عندك الضامير نسيتي كانت على شوية تصفيها لك هو يقول له مصطافا داك شي اللي در نفختها ماشي ساهل قال الشخص اللي هو اجمع راسك شوية شفتك كبرتي وحترتي ماشي حتى لدابة عاد فاق عندك الضامير وحاسب الدم وزيدون نسيتي رامزة شنوق عليه نفس الشي غادي وقع لكل واحد فينا الى ما تخلصناش منها عندك تخد عقب البراءة ديالها قال مصطافا كانت غلطة كبيرة نهار تحدين على ديك البلد انا ما باقيش نلطق الدي بالدم اضحك الشخص اللي هو له قال مصطافا امتى ولا عندك حس فقاهي وقال بملامح جدية نهار يسخن حليك راسك عارف شنو تابعك اذا خلينا مزياني وهو يقول له مصطافا انا ما خايفش من الموت قال ليه الشخص اللي هو انا ما خايفش على راسك خاف على ولدك شنو سميتو اه سيف ياك جاوبه مصطافا بخطابه قال له كيفاش تهددني بولدي هو بعيد على هادشي وياك تتقاض شعران ديك ساعة ما غاديش نبقى مربع ايدي قال ليه الشخص اللي هو ما حدك داير عقلك حتى حاجة ما غتوقع لا ليك ولا لولدك هو يقول الشخص التاني وشنو المعمول دا با قال ليه الشخص اللي هو بما ان ديك الكلبة تكية بذات ودخلات حتى العارين الاسد وخدمات فيه وحتى حد ما حاق وهي حاضية نوكة تقتل فينا واحد بواحد خنزر في مالك الكازينو وقال له وهاد المقنب ناعت على ادنه فخاسنا نديرو احتياطات نحتة نحيدوها من الطريق الشخص التاني كيشوف مالك الكازينو وقال بغيت غير نعرف علاش اختاريتي هاد بنادم بالذات تحط الكازينو باسمه قال الشخص اللي هو حيث سجل ديالو خاوي وحتى واحد ما غادي شك بيه دابا المهم لقاءاتنا غادي تقطعه حاليا كله يديها في شغله شاف مصطفى وقاي ويسد فمه ويحسب الف حسبة قبل ما يدير شي حاجة يندم عليها والضابط والقاتلة خليهم عليها أنا غادي متكلف بهم شخصياً أما السخر كان في المكتب جابة بتوصي بوروج كيخرى فيه ودعوة الاغتصاب اللي مذكور فيها اسم واحد واللي احتاه هو من التحايا ديالسانتي ولكن الأخرين الأب ديالسيف ومدير بوروج والشخصين المجهولين ما مذكور حتى واحد فيهم حاول يدخل للسجلات القدام ولكن كيطلع ليه بأنهم محضورين خاص يأخذ القوض من العقيد أو العميد هم الوحيدين اللي نسموح ليهم يدخلوا الملفات المحضورة ادرب ايدوه لنا المكتب وزير على عينيه نفس الشي واقع ليه مع قضية تباه سبب الرئيسي لدخول لهذا البيتان هو الأب ديالس الجنرال إسماعيل بن يزيد رغبته بكشف الحقيقة وورى الأحداث اللي وقعوا لباه فاش كان فتى مراهق ما كانتش عنده القوة ولا السلطة باش يبرق الأب دياله من الجرائم اللي تلطقت ليه وعلى إدرهد خل السجن ما كملش حتى شهر فيه والتقتل في الزنزانة دياله ساخر كان متأكد من براءة تباه لأنه شخص متالي في نظره وقدوته في الحياة ولكن الناس اللي وقفه ضدوشه وهوليه سمعته وزادوا قتلوه وغطاوا على فعلتهم باللي مات بسبب الشغب اللي كيقع بين السجناء في السجن وولا عنده هدف واحد بين عينيه ما غاد يرتاح حتى يبرق أباه ويرجع ليه حقه ودابت زاد هدف آخر يرجع حق بروش أخت غادية ويساعد هد شافة من منتها وصلت لحظاش ديالليل وفتحات عينيها في الضرنة كان دو خفيف ديالغمرة داخل من بالكو مدت إيديها وشعلات الفيوز اللي حتى راسها كتتسأل ماشي المركز هذا مستغربة هي فين دابا اللي عاقلة عليه هو فاش كانت في غربة التحقيق مع سخ ما كتنموش على دكشي اللي دار ليها حيت عرفات وحس بالشنطة حلات الباب وخرجات كتشوف المكان اللي هي فيه بالليها بابة فر جنب البيت اللي كانت ناعزة فيه فتحاته وهي جي عينيها عليه ناعزة لكتشوف ورد وجه جهة الباب تبسمات كتشوف فيه قدامها راجل بمعنى الكلمة كل شي فيه كيحمقها احتفش كعاليها وضربها زادت طاحت فيه كتبغيه بطريقتها المريضة بقيت واقفة حدا الباب شحال كتتتأمل فيه وهي تمنشى ناحيته قلسات حداه وقناموسية ومدات إيدها كتلعب شعره حس بيها وفتح عينيه كيشوف فيها وهو متبع إيدها اللي تحطات على صده رمقها بنظرة غريبة وهي كتقرب تحنات عليه بغت تبوسه وهو يبعد وجهه لجهة أخرى احتجت القبلة في حنه حسات بحلي لسافقها ومرضات شي صدها بهاد الورود وقال ليها رجع لبيتك ساندي بدأت كتدمع وقالت اسمح ليها ما قصدتش أنا أصلا ما عرفتش شنو كندير عندك هنا في البيت وقفات وقالت غدا نرجع لبيتي اسمح ليها قال لها صخر غدير وهي تقول ساندي نعم قال صخر هادي انتي قالت ساندي وهي كتمسح بدموحها اه وقف وقرر منها وقال تنحي ليها يحساب ليه الخلال اللي جات عندي شد لها بإيدها وقال واش ما شاكش نعز وهي تقول ساندي لا ما قدرتش نعز خايفة بزا قال لها صخر ما عندك علاش تخافي ايجي معايا جرها لبيتها وتكها في بلاستها غطاها وبغي نود وهي تشد فيه وهي تقول عافت بقم عايا رسم بتي سام على جند فمه والتحنى عليها حتى حسات بأنفاسه على وجهه خمضات عينيها مستقبل قبلتو ولكن ماشي كل مرة كتسلم الجرة جوج حوايج اللي شفعوا ليك في عائلك كنك رع القتالة بحالك وكنت غادي ندوذ عليك جهنم الكحلة ولكن دوك اللي قتلتي استاهلوا دكشي اللي وقع ليهم هذا واحد والحاجة التانية والأهم هو أنك كتشاركي نفس الجسد مع الإنسان اللي كان بغي واحتراماً لهاد الجسد اللي مولاته بزاف عليك وما عندكش الحق بطير اللي بغيتي ندمت على النهار اللي نعستمعك بيه حيث تحرمت من أنني نقيص هد الجسد الأول مرة مع غدية ولكن كل شي غادي تعود من اللي غادي تختافي أنا غادي نرجع حق بروش وحق غدية بلا ما نعرض حياتها الخطر إذن وجودك ما بقى لإحتداعي وهي تقول له سانتي غادي تندم على هد شي اللي كتدير فيها غادي ندمكم كاملي كلكم جيتوا من جهتها أعطفتوا عليها وبغيتوها وأنا كل شي أعطاني بالضهر الأخرين ما كيهمونيش ولكن أنت لا وخال عالم كل ما يحملنيش أنت خاصك تبغيني حيث حتى وحدة ما غدا تبغيك بحال خرج من الغرفة كي يحاول يكتم الغضب تياري صورت عليها الباب ودخل بيتو كي يغلي وفي الصباح فاقت غدير فطروا هيو السخر واخداها لعند ركان المستشفى ومن بعد ما هدرت هيو ركان خرجات هيو السخر ومن بعد ما ركان هدر مهاها خرجو هيو السخر من المسحة وإيدو في إيدها تابعاه كيف الأمانة عجبها هاد الاهتمام اللي كتحس من جهته من لي جاب هال هنا وبغاها تبرة من مرضها وما وصفهاش بالمختلة وبعد منها ومن لي قال ليها باللي ساندي ما كتعني ليه والو زادت فرحات ورتحت لحقاش كانت دي ما كتقارن رأسها بساندي وكتقول باللي هي الأفضل وكل شي كي بغيها ولكن سخر تبت لها العكس وخا ما يكونش كي بغيها على الأقل ما كي بغي ساندي يقدر يكون حاسب شي حاجة من جهتها ويقدر له ما بغيتش تأمل بالزاف ركبوا في الطموبيل وبقوا غادين حتى حسات ببي الطموبيل وقفعت دارت جهة السخر وهو يبال لها خرج بقيت متبع بعينيها حتى بال لها وقفوا قدام الطموبيل ومقابل مع البحر فتحات للباب وخرجات وكانوا واقفين في تل كي يطل على البحر عجبها المكان والريح كتضرف فيهم كانت مستمتعة بالمنظر اللي حولها ومراقبة السخر اللي واقف ووقفتو الرجولية عاطيها بظهره العريب وخاشي إيديه في جيابه تمشيت لعندو وقفات بجنبه ما دارش جهتها حسات بإحساس خايل خافت لتكون دارت شي حاجة ولا قالت شي حاجة اللي خلاتو يتقلب عليها فجأة وما بقاش دار جهتها بغت تسولو تستفسر مني ولكن ما قدراتش عيرات تراسها في خاطرها ودارت بغت ترجع تقلس في التموبيل يقدر بغت يبقى بوحده وهي جاية لازقا فيه وكيف خطات الخطوة اللولة حسات براسها تجرات وبحركة سريعة ردها قدامه وعنقها من اللور محاود خسرها بإيديه بجوش وحاط دقنع لكتفها مواجهين لبحر دقات قلبها رجعوك يجريو وحاسة بدفق صدر لي لازق على دهرها وحاسة بالحماية من الطريقة باش ضامها لي باسها تحت ودنها وقال كانوا بغيك بقات ساكتة ما قدراتش تهدر وهو يقولها ما عندك ما تقولي بقات مصدومة وكتحرك رأسها اليمين والشمال تلفات وما زال الكلمة كتردد فدنها قال لها صخر انتي ما كتبغينيش غادير حركات رأسها بالله بتاسم وقال ايدون كتبغيني حركات غادير رأسها بآه قال لها صخر وما لكي تزيز انتي غادير حركات رأسها بآه وهو يقول ولكن انا بغيت نسمحها خرجات عينيها وما تكلماتش وهو يقول حتى انا اول مرة نقولها جربي رأها سهلة بقات غادير ساكتة وما جاوباتوش قال لها صخر ايلا ما قلتيهاش غادين سحب ديالي حركات رأسها بالله وقال يواطلقينا ما قدرتش تقولها حاسة بلسانها التعقد تحلات على صباحة وحطات ايدها على درعانه لمحاطيها حطات شفيفها على شفيفه بس تقبلها خفيفة ودافئة وبعدات ما قدرتش تهدر ولكن قبلتها كانت كفيلة تواسط له احساسها ترسمات على شفيفه ابتسامة عريضة وعينيه لمعه وبين فيهم فرحة كبيرة مالها متين رجعوا طلعوا في الطموبيل فرحانين ومبتسمين والساعات داهر عليهم بجوج دي مار الطموبيل سايق بإيد وإيد شابكها مع غدير كل ساعة كيهزها يقبلها وكيف عادتو كان سايق بسرعة ولكن ماشي كيف مموالف داير بحسابها حيث كتخاف من السرعة تلفت عندها مبتسم وحتى هي مبادله لابتسامة سهات في ابتسامته اللي نادرا ما كتبها ابقوا كيتبادلوا نظرات العشق والشوق شوية بعدات نظرها علي وشافت في الطريق خرجات عينيها وصرخات بإسمه كان صخر غادي في طريقه والرموك اللي خرج على الطريق وجاي ليهم حاولي بعد عليه ومهارته في السياقة قدري تحاشاه وخرج في الطريق المعاكس تلفت عند غدير لقى الخوف والهلع في عينيها كتشوف فيه ودموحها واقفين في طرف عينيها أرجع شاف في الطريق وكان فاتل فيه لحظات فقط وتسمع صوت الاستدام بشكل مهول والدخاخن طع العين والوقود كيتسرب كان حادي تكارتي من الدرجة اللولة مستحيل يقدر ينجى منه شي حد سيارة سخرت شخشخات من القدام خاصة من جهة غدير وقفوا السيارات الأخرين والناس خارجين كيتلوا شي كيتاصل بالإسعاف وشي كيحاول يشوف واش نجى شي حد هز راس واللي عامر دمايات بغي يحرك إيده ومقدرش تلفت لجهتها كتبال ليه راسها ماي الجنب والدم نازل لها من راسها شاف رجليها وكان نازل عليهم الضغط وحاصلين وكلهم دمايات كيشوف الضبابة نازلها لعينيه وحالهم بالسيف هز الإيد الأخرى بزز ومدها جهتها حطها على راسها وكيحس براسه غد يغيب على الوعي كيحركوا يمين وشمال بالجهد باش توقت وبصعوبة متئد دكتف وشد في إيدها مزير عليها لعله وعاست تحرك والدور عنده حس براسه تقيل وتك على الكوسع ومازال شد في إيدها النعام ردم عينيه تسده وآخر حاجة سمح هي صافرة الإسعاف جاوجوا سيارات الإسعاف وداروا خدمتهم خرجوا كل من غدير وسخر من السيارة وداروا كل واحد فيهم في وحدة ومشاوا الأقرب مستشفى جاوا البوليس وداروا خدمتهم واتاصلوا بالدائرة اللي خدام فيها وعلموهم وعمر تصدم الخبر والتاصل بالسيراج الأخ ديال سخر علموه أحد الأخير اللي خرج من شاركتو كيجر وصلت سيارة الإسعاف اللي فيها غادير ودخلوها لغرفة العمليات عندها إصابة في الضر ورجليها كلهم جروحين تبعات هالسيارة اللي فيها سخر دخلوه لغرفة العمليات الأخرى لمقابلة مع اللي فيها غادير كانت إصابته على مستوى الرأس وإيده اليسرى مهرسة دازوا ساعاتهما ما زال في غرفة العمليات كان وضحهم دقيق بشوش فقدوا الدم بالسعاف وفي الخارج كان واقف سيراج لونه مخطوف غادي جاي وكيدو وزئده على وجهه هزرا صوبا ليه راكان جاي كيجري راكان قال ليه شنوا واقع فين هي غادير وسخر شنوقع ليهم وهو يقول له سيراج سخر في غرفة العمليات ما زال مخرش قال راكان وغادير فين هي قال ليه سيراج شكون هاد غادير راكان قال البنت اللي كانت مع سخر في الطمويل وهو يقول له سيراج ما عرفتش واقي لحته هي باقف غرفة العمليات سمعوا الباب تحل وهو يبال ليهم جارين سخر في البياس ومدورين فاسمع لراسه وإيدهم جبرة ابقارا كان واقف حدا الباب كيتسنال خروج ديان الغادير وهو على أعصابه بال ليه سيف جاي كيجري ووجهه مخطوف وقف حداه كينهج وكيسوله وهو يقول له راكان وباقف غرفة العمليات وبعد مدة خرجوها وديرين لها فاسمة كبيرة على جبهتها دخلوها للغرفة ديالها وقدات لها الممرضة السيروم وخرجات ادخل عندها سيف وقلس جنبها في الكرسي خدا إيدها وبازها هبضا الدمعة على خده ومسحاو حتى إيده على شعر غادير كيدووزها بحنان تفتح الباب ودخل راكان وتوجهه لعندها وهبط باز جبهة هاجن بالفاصمة اللي ديرين لها أبقى وكل من سيف وراكان في الغرفة كيتسنه وغادير تفيق ناد راكان يتمأنع لحالة الصخر وخلى معها سيف خرجت لقمع خالته اللي غير شافته زادت في البكا والترمات في حضنه طب طبع ليها وخلىها احتار تاحت وهدر مع سيراج اللي عود ليه شنو وقالوا ليه الأطباء وبالليه خاصهم يتسنى ويدعيوا معها سيف ناد مشال طوالات ورجع بسرعة حل الباب وهي تباليه الممردة هزا شوكة في إيدها وباغت تضربها في سيرون شافته هي تصفار وبدا تكتفتف احتطاحت لها الإبرة من إيدها تحضرات هزاتها ورجعت بغت تحقنها في سيرون حسيت بإيدو شدت في إيدها بحاداتها شافت فيه ولقعتو كيشوف فيها شوفات كلها شك قال ليها سيف شنو هاد الشي اللي بغضر بيليها قالت وهي متوترة ها هادا ديال الواليها سيف إيدها احتطاحت منها الحقنة وقال مالكي كتفت فعلية ها شنو هاد الشي سلتات إيدها منه ودفعاته وخرجات كتجري مع الباب تساتحات مع جسم ضخم ورجعت طيحة في الأرض هزيت راسها كتشوف راكان واقف في الباب دورات وجهها وهو يبال لها سيف حتى هو واقف كيخنزر فيها ووجهه حمر ومع الصب هبط عندها سيف وشنق عليها ملكو هزها كينخض فيها وكشكش قال ليها شنو داكش اللي كنتي غدا تضربي ليها شنو هوا الممرضة بدت كتبكي وقالت عافاك أنا والله مقصد ماشي الخاطر قال لها راكان ايش واقع دار عنده سيف وقال هادي لقيتها باغة تضرب شي حاجة لغادير في السيرون كون ما جيتش في الوقت علم الله شنو يوقع عليها رجع شاف فيها وزير على عنقها بإيده وقال نطقي كنتي باغة تقتليها ياك شكون مسيفتك بدات الممرضة كتكح وقالت عافاك غير طلقني أنا غدا نقول ليك ارخى منها ورجع خطوة اللور كينهج بالأعصاب أما واحد راكان كيحاول يستوعب هاتش اللي كيسمع فيه قالت الممرضة خليني نمشي الله يرحم ليك الوالدين ما قاد دعلى مشاكير والله ما الخاطر ما حسيت غير بسقلها بطات عليها من حيث لا تدري طاحت في الأرض كتبكي وشهد تفخد هلي واللحمن قال لي هاراكان كنتي باغت قتليها ياكي ترجمة نانسي قنقر